تعالوا نشوف الفيلم الجميل التاني اللي عندنا اللي هي العلامات بتاعت الايه الكل احنا قلناها بس انا عايز اراركم الفيلم اول حاجة ان انا اقول ان عندي كلا ولا لأ اللي هي ايه الاوفردرايب يعني ايه حاس ان انا مش مزبوط خلاص يعني ايه يعني مثلا فيه في النوم انا مش عارف انا كويس المواد السامة مضايقة القلب مضايقة النفس مش كده عاملالي قرق ماشي في عندي مثلا اه مشاكل في النوم عندي اه برضو اه ساعاتي بقى صوتي عالي وانانين يعني صوتي عالي بدأ فيش خير واحد ما كانش بيتشخر قبل كده والناس اللي تقوله بيتشخر طب معناها ايه معناها ان بقت فيه مشكلة في الكلا طيب لو هو الجلد بدأ ايه بقى دراي وبعدين بقى ده يهرش جلدي كان نعم وكويس ايه اللي حصل ترسيبات الملحية في جلدي والبودرة البيضة اللي على جلدي عايزاني اهرش ودي مش كويس في حاجة اسمها المتالي كتاس حاس ان انا طعم طعم بقي بقى وحش ريحتي ريحة نفسي بقى وحشة ده برضو ما يتسكدش عليه لانها من علامات الايه الكلام برضو نفس الكلام بالنسبة للعلامة اللي بعد كده لها عند ضيء في النفس ضيء في النفس هل يطارد عشان الانيميا اه الانيميا وساعات الازمة وساعات اه ضيء القلب ضيء الاوعية وساعات اه اعراض كتير اوي اوي بتعمل ده او عندي يعني انا مورم مورم فالتورم ده بيعمل ديء نفس تورم الرئة تورم الغشاء البلوري مثلا ايه اللي متورم عندي وساعات يبقى عندي رغبة في الترجيع فالرغبة في الترجيع ديا بتبقى دليل على ان انا عندي مشكلة في الكلام طيب ايه تاني عندي موجودة في البول يعني عندي رغاوي اوعى تسكت على الرغاوي بتاعة البول طيب تعالوا نشوف حاجة جميلة جدا يا ترى ايه المشاكل اللي بتحصل في الجلد وتقول كده ان انت ادخل على مشكلة اول حاجة الهرش طيب بدأت تورش يبقى ده سكر او كلا او كبد او 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 اوعى تسكت طيب لو بدأت تبقى فيه سكراتش مارك وعندك كده علامات بتاعة الهرش برضو ما تسكتش لازم تروح تبحث يا ترى دي كلا ولا كب ولا سكر ولا املاح ولا ده اصهر ده اللي باخد ولا ايه طيب عندي في مثلا جلدي بقى شاحب بقى لونه غامق بدأت تظهر فيه حبوب الحبوب دي بقى تتغير لونها اللون بقى يغمق ايه ده ايه الترسيبات دي كلها لازم تكشف بسرعة وتشوف ايه اللي حصل بص لدوافرك دوافرك هل يا ترى دوافرك دي طبيعية ده الصوابع طبيعية ولا بدأت تبيض ولا بدأت تبقى عاملة زي ما تكون كده يعني عاملة زي منقر البغبغاني طيب في اي كلاكيع في جسمك او تورم رجلك مورمة ها في ورم في عينك في راش في رشح خلي بالك دي علامات ده كان عنوان حلقيتنا النهاردة الحق نفسك واعرف ازاي تشخص صاحب سرعة فما تسكتش على حاجة يعني ناس عندنا بيجيين العيادة تغرش في دارها تغرش بنات بنات تغرش تغرش لغاية لما دهرها كله بحبوب بعد كده هي مخطوبة عايزة تتجوز عايزة في شهر واحد تعالج الضهر بقى لها سبع سنين بتغرش وجاء عايزة تعالج في شهر خلي بالك ايه اللي خلاك تعود ده كل يعني ايه اللي خلاك تعود تغرش ده كل في ناس بتوع تغرش في المناطق الحساسة تحت الايبط ما بين الرجلين لغاية ما الدنيا تسود وتتنايل وبعد كده يجي يقول لك انا عايزة عايزة تعالج نفس الكلام لو حصل عندي لمب مسلا او حاجة كده كلكيعة الكلكيعة عاديا دهن ولا حتة متلايفة ولا خراج ولا ايه بالزبط ما تسكتش حتة من الكالكعة تحت الجلد هي ايه طيب ايه تاني عندي الكالسيوم دي بقى مشكلة مشكلة كبيرة ليه لان في ناس بتجيلي عندها حتت كده يقول لك ده حتت عضم مترسبة تحت الجلد بين الصوابع الصوابع الرجلة كبيرة ساعات بتنزل توفي بتنزل سائل ابيض سائل ابيض وساعات بتبقى في الودن في الودن وساعات تبقى اقول لك على حاجة الكالسيوم دي بس دي ساعات بتبقى في السادية ساعات تبقى منيرالز وتترصب في في المرارة بترصب في الكلا في الحالب تترصب في الرجلين من تحت ساعات بترصب على العضل وتعمل شوكة كل ده بنقول عليه اوعى التنساء. دلوقتي انا هعرض عليكم سريعا كده فيلم الف والف اختراع. والف والف اختراع ده عبارة عن ايه? عبارة عن محاولة للقراءة التشخيصية. يعني ايه? ازاي نخلي ولادنا وبناتنا يقرؤ? وكل ولد او بنت يمثل دور عائل من العلاق. دول جماعة كانوا بيعملوا اه اه معرفة كان عندهم حاجة اسمها العصور المظلمة. العصور المظلمة في اوروبا من اول ميتين وعشرين في سغورس قبل الميلاد لغاية الف ربعمية واربعين وحاجة اللي هو اكتشاف جوتنبرج. بيعتبروا الالف وستمائة سنة ستاشر قرن. ستاشر قرن الف وستمائة سنة بيعتبروهم القروض. لكن ده ظلم لان كانت ازلمت في اوروبا واشرقت في ارض العرب. فلازم تشوف لما اشرقت في ارض العرب. عملوا ايه العرب دول? فين علماء العرب? واحد يقول لك النهاردة وصلنا للمعارفة والطيارة بدون طيار. وانه نقول عليها الايه? التكنيكات الجديدة واوة. ايوة بس دول العلماء الاساسين. العلماء الاساسين لازم نعرف عملوا ايه? لازم نعرف عملوا ايه? فهم الولاد دول قالوا في فيلم جميل اوي تعالوا نطلع على المكتبة. تعالوا ندور على العلماء العرب. الراجل بتاع المكتبة جاب لهم مرجع عن علماء العرب. وقال لهم بصوا كده يا اولاد. بصوا كده. مفيش قرون مظلمة. القرون المظلمة اللي في اوروبا كاتت منورة عند العرب. بصوا كده. هيورون حاجات جميلة اوي اوي. وده الخيال اللي احنا عاوزين عدنا في المدارس. اهو. اول حاجة في العصور المظلمة اللي كانت عند العرب. بقت عصور منورة عند العرب. الجرزي مثلا او الجزاري. الجزاري دون الراجل اللي عمل اختراعات جميلة جدا. وهوريكوا الاختراعات اللي عملها دلوقتي الجزاري. مثلا الحضارة اللي قعدت الف سنة. الف سنة. من اول خمسمائة وسبعين ميلادية. مولد النبي محمد. لغاية الف وخمسمائة ميلادية. خلاص. دول الف سنة. الف سنة سادة فيها العلماء المسلمون. وبعدين اوروبا خدت هذه الاتشافات. وطورتها وعملت الحضارة تعالى. يعني اذا كانت الكرة الارضية لها نصفان. الشمس في اتجاه يبقى نهار. والاتجاه التاني يبقى ليه. وبعدين تتدور الارض. الليل يبقى نهار والنهار يبقى ليه. بص الراجل ده بيقول لك. انا العلماء. انا العالم. انت مين حضرتك. ابن الهيسم. ماذا فعل ابن الهيسم. بص الجمال. ابن الهيسم هو اللي ادى الى صناعة الكاميرا. درس العين. واخترع الكاميرا. طب الكاميرا دلوقتي ده احنا بنصور بكم كاميرا. واحد اتنين تلاتة اربع. شوف معنا كام كاميرا بنصور بيها. لكن اختراع ابن الهيسم للكاميرا هو ده اللي بدأ يعرف يعنيه كاميرا. الكاميرا بتاعت السينما. الكاميرا بتاعت التليفزيون. الكاميرا بتاعت اه اللي بنصور بيها دلوقتي لحضراتكم. كل دي من فكر ابن الهيسم. تعالوا شوف. مثلا عالم اخر. عالم اخر من العلماء واحد تاني من العلماء مثلا بص كده الراجل ده بيقول اسمه اسمه عباس ابن فرناس عباس ابن فرناس ده كان يعد نفسه ليحلق في السماء عباس ابن فرناس عمل تجاره كتير جدا عشان يطير وكانت البشرة قبل طيران الاخوين ريت بألف سنة عباس ابن فرناس عمل اجنحة وكذا وكذا خلاص وقال ان الانسان هيطير وهيطير في الفضاء خلاص عباس ابن فرناس اول من بشر البشرية بان هما هيطيروا في الفضاء ده عباس ابن فرناس طيب مين تاني في طبيب قدامنا هو اسمه ايه الطبيب الجميل ده اسمه الزهراوي الزهراوي ده ابو القاسم الزهراوي اللي هو اخترع ادوات الجراحة اللي لسه بنستعملها في ادوات الجراحة لغاية دلوقتي الزهراوي عمل ادوات الجراحة المشارك والأدوات والملقاط كل دي أدوات الجراحة اللي عملها الزهراوي وتظل تستعمل بقالها أكتر من ألف سنة عشان الزهراوي المشارك والمقص والملقاط كل دي حتى إنه جاب أحشاء القطة الكات جات ونشافة عمل منها خيوط الجراحة تستعمل حتى الآن كات جات يعني خيوط الجراحة اللي عملها الزهراوي تستعمل حتى الآن كل ده عمله طيب في واحدة اسمها مريم الاسترلابي عملت لنا الاسترلاب مريم الاسترلابي دي صنعت الاسترلاب حاجة كده قريبة من تحديد الوقت والزمن والوضع وهو حاجة جميلة اوي 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 ازاي ازاي قالت ان كل الاجساء التقريبا متشبه في المسطح عشان نقوم بالحساب وتحديد الاماكن عاملة حسابات معينة عشان تدينا الاسترلاب بعد كده اتطور منه ايه البصلة بتاعة البحر والبصلة في سجات الصلاة ويوريلك ها والاقمر الصناعي يعني الاختراعات الاولى تدوم واحد يقول لي انا اخترعت ان المية تميله على ان تكون في سطح سابت تميل يمين تميل شمال سطح سابت ده عمل اونا ميزان اسمه ميزان المية ميزان مية انتقلت الحضارة الى اوروبا بنوا عليها يعني نيوتون اسحاق نيوتون بنى على القوانين اللي قابله اخونا اللي بنى على الدورة الدموية اللي هما بيسموها ويليام هارفي معملها ابن النفيس ابن النفيس اكتشف الدورة الدموية وقال له دي بتاعة تقول ليام هارفي فاذا في ناس خدت ابحاث كتيرة للعرب وعملت احلى من ده كله ان في جهاز بيحول الحركة الدائرية الى خطية دي فكرة المحرك والمطور وده عملها العرب وانتقلت بعد ذلك الى الثورة الصناعية ازاي تحول حركة دائرية الى مستقيمة زي حركة المطور او محرك عوية يلف يلف وانت تجري فدي حاجة يمينة جدا اشتركوا في القناة